خطوة مهمة جداً لأنه كانت إسرائيل تعتقد منذ فترة طويلة أنها بخارج إطار المحاسبة والمعاقبة وأنها تستطيع أن تأخذ أي خطوات بدون أن يكون هناك أي ردود فعل خاصة من الدول ذات العلاقة الآن جمعت هذه الدول خاصة من الدول المانحة تلك الشجاعة لكي تطالب إسرائيل أولاً بأن تدفع تعويضات عن ما هدمته من مشاريع قامت هي بتمويلها وهذا بحد ذاته هو موقف متقدم إذا ما قررناه بالمواقف السابقة ولكن هل هذا كافي؟ بالتأكيد ليس بكافي ولكن هذه خطوة أولى نحن سوف نتابع هذا الموضوع مع الدول المانحة وتحديداً في داخل الاتحاد الأوروبي من أن يكون لها مواقف متقدمة فيما يتعلق أولاً بإذانة ما تقوم به إسرائيل ثانياً ليس فقط في المطالبة بالتعويضات وإنما أيضاً بمنع إسرائيل من الإقدام على هدم أو التعرض لأي مشاريع يتم دعمها من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأخيراً يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ إجراءات عقابية بحق دولة إسرائيل كدولة احتلال تقوم بهذه المنشآت خاصة ما له علاقة بالمدارس ما له علاقة بالعيادات ما له علاقة بالخدمات الإنسانية التي تحتاجها بناء شعب الفلسطيني خاصة في المناطق البعيدة كما هو الحال بالمناطق المصنفة بمناطق جيم ولهذا السبب نحن أولاً نهنئ هذه الدول على هذا الموقف المتقدم ثانياً نقول لهذه الدول أن هذا الموقف المتقدم غير كافي وثالثاً نحث هذه الدول على اتخاذ مواقف إضافية فيما يتعلق أيضاً باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل كونها دولة احتلال تكون بخرق القانون الدولي أولاً وثانياً تعمل على إعاقة وتعطيل تلك المشاريع الإنسانية التي تقدم المساعدات لأبناء شعب الفلسطيني